للأسف فيه ناس كتير قوي بيتهم وزارة الداخلية عين البلد السهرة على حفظ الأمن إنها بتلفق قضايا للمواطنين وبتقبض عليهم ظلم وهم ما عملوش حاجة بس الحمد لله وزارة الداخلية قدرت خلال كم سنة لفاته ترد على كل الدعاءات والافتراءات دي وبقت كل ما تمسك متهم تروح على طول تصور له فيديو وهو بيعترف بكل الجرائم اللي ارتكبه والجرائم اللي ما ارتكبهاش والجرائم اللي ناوي ارتكبها في المستقبل إن شاء الله صحيح المتهم من دول قبل ما يصور الفيديو بيكون الداخلية على اللي لقيته من رجليه كم يوم وديته كم ألم على كم بونية ودخلت في جسمه حبة كهرباء حلوين كده يستهلوا بقه بس الداخلية ما بتعملش كده عشان تجبره على الاعتراف مثلا نسامح الله هي بس كتر خيرها يعني بتوصل الكهرباء لجسمه عشان وشه ينور وهو بيعترف فشكله يطلع حلو في الفيديو سنة 1998 حصلت جريمة قتل باشعة راح ضحيتها جوز ممثلة شابة اسمها حبيبة والدخلية المصرية البسلة أول ما سمعت عن الجريمة دي مسكتتش وبدأت تشتغل وتكتهد وتفتش وتدور وتصهر الليالي عشان تكشف أسرار الجريمة وتجيب أتالين القتلة من قفاهم وتحقق العدل بس تقريبا كده السادة الزباط بعد كام يوم من البحث والتحريات ما قدروش يوصلوا لأي حاجة خلص طب إيه العمل يا جدعان؟ نعرف القتل المجهول ابن اللزينة ده إزاي؟ نفتح المندل ولا نضرب الودع ولا إيه؟ ولا نروح نقيد القضية ضد مجهول عشان يبقى شكلنا عرة في الوزارة ويقولوا إننا خايبين ومش عارفين نكشف حتة جريمة قتل لا راحت ولا جت لا ما نصحش طبعا كده سمعتنا تبوز وسيرتنا تبع على كل لسان وبدأت الشرطة تفكر في مخرج من المشكلة دي ما رئيس المباحث قال وإحنا تعبين نفسنا ليه؟ ما الحل اللي موجود قدامنا والحمد لله؟ إحنا نجيب مرات القتيل ونقول إن هي اللي قتلتهم وفعلا الشرطة خدت نفسها وركبت بوكسها وراحت أبضت على الممثلة حبيبة مرات المجني عليه واتهمتها بقت لجوزها بس كان فيه مشكلة صغيرة كده يعني لا تذكر وإيه إن حبيبة ما كانش فيه عليها أي دليل خالص يسبت ارتكبها للجريم بس الشرطة ما غلبتش برضو ألا همها والمشكلة البسيطة دي ما فرقتش معها وقال لك ليه نتعب نفسنا وندور على أدلة وإسبتات إحنا نخلي المتهمة تعترف على نفسها وخلاص وتقول أنا اللي قتلته وعلى رأيي المثل قال اعتراف سيد الأدلة بس للأسف حبيبة ما رضيتش تعترف بالجريم وساعتها رئيس المباحث اتنارفس جدا وقال لا بقولك إيه وإحنا هنتحيل عليك عشان تعترف وقال ليه أنت أصلا لو كان عندك زرة وطنية كنت اتطوعت من نفسك وجيت اعترفت من غير ما نطلب منك عشان تساعد شرطة بلدك في تقفيل القضية المفتوحة دي بس للأسف كل واحد بيفكر في مصلحته الشخصية وبس وما فيش حد بيهتم بمؤسسات بلده وسمعتها وبعد ما الباش الزابط قالي الكلام المؤثر ده مسح دموعه ومسك حبيبة هو ورجالته وهتك يا تعزيب جسدي ونفسي وضربه وكهرباء لمدة أسابيع لحد ما عرفت أن الله حق واعترفت بالجريم بمحض إرادتها وبدون أي ضغوط خالص والدخلية أول ما سمعت الاعتراف ده فرحت قوي وزقططت وبعت جابت برامج التلفزيون عشان يعملوا لقاءات مع حبيبة ويصوروا اعترافها ويزعوا على كل القنوات عشان الاعتراف يتوسق قدام الشعب كله والدخلية تقول أهو حبيبة المجرمة إيه اللي لا تعرفنا ولا نعرفها طالع تعترف أهو بلسانها بجريمتها من غير ما حد ييجي جنبها أو يدوصلها على طرفها وتقدمت حبيبة للمحاكمة بالاعتراف ده وتهفت عشر سنين حفص مع الشغل وترمت في سجن الأناطر وبعد ما قضت أكتر من نص المدة انكشفت برائتها بالصدفة لما المجرمين الحقيقيين اتزنقوا في إرشين وخدوا ساعة القتيل الدهب اللي سرقوها بعد ما قتلوها ونزلوا يبيعوها ولاجل حظهم ليسود الساعة دي الدخلية كانت حطاها على قوائم الترقب وتقابض على العيال دول وتعادت محاكمة حبيبة وطلعت برائها بسبب ان الدخلية المصرية الشريفة فضل التعذب فيها ليل وانهار عشان تجبرها على الاعتراف بجريمة ما ارتكبتهاش بعدها تم إدانة رئيس مباحث الهرم بتهم التعذيف حبيبة وإجبارها على الاعتراف واتحكم على وزارة الدخلية بدافع مليون جنيه تعويض لحبيبة تعذيف حبيبة وتورط الشرطة في إجبارها على الاعتراف انكشف وتفضح بالصدفة زي ما قولنا بس فيه جرائم تانية كتير قوي ما انكشفتش وفيه الاف من الابرياء دخلوا السجن ظلم وخسروا عمرهم وصمعتهم وحياتهم وبقوا سوابق بسبب انهم اعترفوا تحت التعذيب بجرائم ما ارتكبهاش ودخلية عندنا عموما لما بتقبض على اي حد ما بيهمهاش رأيه خالص ولا بيفرق معه المهم انها تكون مقتنع ان هو المجرم حتى لو ما فيش عليه اي دليل دي مش مشكلة خالص هي بتعرف تتصرف وتخليه اعترف بطرقيتها وبتاخده تعذبه وتهينه لحد ما يعترف هو بيفرفر في ايديه ولو المتهم من دول صحته حلوة وبيستحمل التعذيب وما بيحسش الدخلية ما بتغلبش برده وبتروح تجيبه امه او اخته او مراته او عائلته كلها وتعذبهم قدامه وتهدده بيه يعني في الاخر كلام الدخلية هو اللي هيمشي وهتعترف هتعترف فما تتعبش نفسك وتقوح كتير في التسعينات وبداية الالفنات كانت الدخلية بتستعين ببرامج التلفزيون عشان تنشر اعترافات المتهمين في القضايا الكبيرة وتسبت صحة اجراءاتها قدام الناس كلها وتلزق الجريمة في المتهم وتوسق اعترافه قصاد الجمهور من ضمن البرامج دي برنامج مهمة خاصة اللي فضل يتزاع السنين على قناة الحياة وده كان برنامج اكشن وهندي وخايم لأول مرة معا مهمة خاصة ده بقى كان بيقدمه زابط شرطة سابق اسمه احمد رجب وفكرة البرنامج الرائعة المتفابريكة كانت ان المزيع بياخد الكاميرات بتاعته ويطلع يجري وراء قوات الشرطة الباسلة عشان يصورها وهي بتقتحم بكل شجاعة او كار المجرمين الاندال وبتقبض عليهم واحد واحد وقبل ما تحطون في البوكس او تحقق معهم او تكلبشهم حتى كانت بتسلمهم تسليم اهالي لسيادة المزيع عشان يعمل معهم تحقيق صغير كده عدية وياخد اعترافاتهم بالتفصيل وبعدين يقعد يهزقهم بقى ويشتمهم ويتفوا في الشوم ويبلغوا من الجريمة لا توفيد خالص وانهم وص متعار في جمين المجتمع ولازم يتحطوا في ميدان عام والناس كلها تابول على وجههم وبعد ما خلص الواصلة بتاعتهم المتهمين بيركبوا اخر بوكس طالع مديرة الامن ويتكلوا على الله وفضلة الداخلية وقت طويل جدا بتعتمد على البرامج التلفزيونية اللي من النوع ده عشان تبين للناس جهودها العظيمة في كشف الجرائم وتنصر اعترافات المتهمين اللي تمسكهم وتختمهم بختم الإدانة قبل حتى ما يتحقق معهم أو يتحكمهم بس بعد كده مع انتشار السوشال ميديا ودخول النات لكل البيوت والموبايلات التوتش وزارة الداخلية قررت تركب هي كمان أول موجة في سكة التكنولوجيا وتبدأ تعتمد على نفسها وتبطل تروح لبرامج التلفزيونية وقامت شحنة كارت بنبومية واشتركت في بقة نت كبيرة ودخلت السوشال ميديا برجلها اليمين وعملت لنفسها صفحة رسمية وبعدين راح تشتريت كاميرا وبقى بتصور بنفسها اعترافات المتهمين بعد ما بيكون عزبتهم بأيديها وسوتهم على الجنبين وتنزل الفيديوهات دي على صفحتها وتقعد بقى تلم لايكات وشير للصفح ولا الحوجة للبرامج والتلفزيون والموضوع ده زاد قوي في آخر كام سنة خصوصا بعد الانقلاب الميمون اللي عمله سمو والزعيم النبي السيسي وانتشار قضايا وتهم الإرهاب ونشر الإشاعات وإصارة البلابل وقال بنظام الحكم اللي الدولة بترميهم على أي حد شكله ما يعجبهاش ولأن التهم دي كلها فضلة خيركو يعني بتبقى متلفقة وقوانطة ومفيش عليها دليل واحد فما بيبقاش قدام أجهزة الأمن عشان تثبت الجرائم دي على المتهمين غير إنها تضطر آسفة تجبرهم على الاعتراف بيها واتصورهم وهما بيقولوا النص الاعتراف اللي حفظته لهم صم وهي بالكهرباء وبقى مشهد معتاد إننا نلاقي الدخلية كل كام يوم منزلة فيديو المتهم أو مجموعة متهمين وهم وقفين قدام الكاميرا ومش قادرين يفتحوا عينيهم من كتر التعزين وقصدهم شوية أحراز كرة على الماشي الدخلية بتبعت تجيبهم من مخزينها عبت منصورات على أجهزة لسلكي على حتتين سلاح على كان باكو زخيرة وأول ما الضبط يقول أكسن يلاقي الشاب الغلبان بدأ يسمى على الاعتراف ويقول بكل وضوح وصراحة وشفافية إنه إرهابي وبيحب الإرهاب جدا من صغره لدرجة إنه لما نزل من بطنمه لفوه في حزام ناسف وإنه كان بيخطط مع أهل الشر لقلب نظام الحكم وإنه يفجر نفسه في كل الكبار الجديدة اللي الرئيس بناها بس الحمد لله شرطتنا صحية وبتلعب وقدرت تقبض عليه وتعكوشه قبل ما ينفس جريمته الدنيئة أو تلاقي صحة في كل اللي عمله إنه كتب بوست ولا مقالة بيعارض فيها سياسات البلح أو يكشف فساد عضو بارز من عصابة السيسي فبيتقبض عليه وبيقف في استوديو التصوير بتاع وزارة الداخلية وبيعترف إنه بياخد تمويل من قطر وتركيا عشان ينصر الإشعاعات ويدمر استقرار البلد ويقدر السلم العام وبعد ما المتهمين بيخلصوا تصوير بيروحوا بقى النيابة ويتحاولوا للمحاكمات وفي عدد كبير منهم بياخدوا أحكام والقضاء النزيه بيطرمخ على تعذيب الداخلية لهم وإجبارهم على الاعتراف وخصوصا الإخوان والإسلاميين وأي حد عدة من جنبهم لأن دول طبعا ما ينفعش يخرجوا من السجن ولازم يتعدموا أو ياخدوا مؤبد مهما كانوا أبرياء وما فيش دليل واحد يدنهم ده سلو بلدنا وما ينفعش نغيره عشان العدالة ما تكونش وشنا وكلنا شفنا بعيننا الشاب محمود الأحمدي اللي اشتكل القاضي من التعذيب اللي شافه على إيد الداخلية عشان يعترف وقال له ديني صاعق كهرباء وأنا خلي أي حد يعترف إنه هو اللي قتل السادات بس طبعا الكلام ده ما فرقش مع القاضي ولا حاول يحقق في اللي تقال وحكم على الشاب بالإعدان بس في عدد تاني من المتهمين بيطلعوا براءة رغم اعترفاتهم المتصورة زي ما حصل مثلا في 2020 لما يطابد على المنتج السينمائي معتز عبدالوهاب مع مجموعة من الصحفين وطلعوا كلهم اعترفوا في فيديوهات نزلت على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية إنهما كانوا بياخدوا دولارات من بره عشان يجاهزوا فيديوهات وأفلام ومواد إعلامية هدفها الإساءة للدولة المصرية البلاحية العظيمة وبعد كام شهر من ناس للفيديو النيابة خرجتهم كلهم لأنها ملقيتش أي دليل على التهم دي عشان حتى توديهم المحكمة بس طبعا كانوا خلاص فقدوا وظيفهم وتشوهت سمعتهم وتعذبوا وتهانوا وما فيش حد في وزارة الداخلية طلع اعتذر لهم وعوضهم وما فيش ظابط أو مسؤول اتحاسب على اللي تعمل فيه والحقيقة الداخلية ما اكتفتش بس بأنها تمارس هوايتها الفنية وتعذب المتهمين المصريين وتصور اعترافاتهم لا دي ما شاء الله جت في فترة ووسعت نشطها وبقى بتعمل كده مع الأجانب كمان زي ما حصل في 2019 وقت المزاهرات رحيل السيسي اللي دع عليها المقاول محمد علي ساعتها الداخلية كانت هيجة على آخر عشان تنقذ الموقف وتحمي سلطة طبيب الفلاسفة وكانت طالعة تجري في الشوارع وتقفش أي حد تلاقي فسكتها حتى لو كان رائح يشتري عيش فيه نوعادي مش يتظاهر ولا حاجة وصحنا أيامها على خبر منشور في صفحة وزارة الداخلية بيقول ان أبطال الأجهزة الأمنية المصرية نجحوا في الأبض على خلية أجنبية كانت جاية مصر عشان تلعب في أمن البلد وتهد استقرار والخلية دي كانت لما من كل الجنسيات والألوان ما شاء الله أترك على هولنديين على سودانيين على أردنيين على فلسطينيين على حاجة فيه منتهى الأمم المتحدة وقتها الأستاذ المنافق المطبلاتي الحر عمر أديم من كتر حبه للوطن اتطوع من نفسه كده من غير ما يجيله سكريبت من تليفون السامسونج ولا أي حاجة ونشر فيديو اعترافات المتهمين في برنامجه هتقول لي بقى إيه؟ هتتبلى بقى على الناس وبتاعه شوف اللي اعتراف كنت بتاع بصورات اللي بتحصل في السودان اللي مشغال لحد دلوقتي كنت بصور الحاجات اللي فيها سمعت ان في صورة هتحصل في مصر عبر الإنترنت والقناوات الفضائية جيت حوالي أسبوعين سكنتي في العبدين اللي حاجة اللي هو غير من ميدان التحرير وكنت بتاع بقى الحاجات اللي بتحصل وانا جاي على ميدان التحرير المساكنة حضراتكم طبعا شايفين وعندنا برضو تفريغات لموبايلات عندنا معلومات عندنا حاجات عندنا كان بيقرأ ايه كان ايه الأخبار اللي هو بيتابعها عندنا كل حاجة بالصور وبالأرقام وبكل شيء وبعدها الدنيا قامت وما قاعدتش وهالمتهمين دول مش مصريين ما لهمش يدي ونعمل فيهم اللي احنا عاوزينه بقى ومحدش هينطق دول أجانب وفيهم أوروبيين كمان وبظهر في كام ساعة كانت كل دولة لها عضو في الخلية بتتدخل وبتنصر الحقيقة وبتفضح الداخلية والإعلام بتوعنا وظهر ان الشباب دول كلهم فنانين وكتاب ومخرجين وما لهمش أي علاقة بالسياسة ولا بالإرهاب وان كل الاتهامات دي كدب في كدب والاعترافات اتخذت منهم تحت التعزيج وتاني يوم تم الإفراج عن كل أفراد الخلية ورجعوا بلادهم بعد مفضحت الدولة وأجهزتها الأمنية بقت بجلاجل في الدنيا كلها تتكسف بقى الداخلية على دمها وتتدارى شوية وتستخبى بعد الفضيحة دي لا برضه فضلت مستمرة بكل بجاحة في تصوير فيديوهات اعترافات المتهمين وتنزلها على الصفحة الرسمية كل يوم والتاني عادي جدا وهنا بقى بيظهر سؤال لطيف جدا وسازج في نفس الوقت يا طهر اللي وزارة الداخلية بتعملوا بقى لها سنين دا قانوني؟ اه جدعان احنا من امتى في مصر بنسأل الأسئلة التافهة دي أكيد طبعا مفيش أي حاجة وزارة الداخلية بتعملها في حياتها عموما بتكون قانونية تفاكرينها وزارة البيئة واللي وموضوع تصوير اعترافات المتهمين ونشرها دا مش بس ضد القانون والدستور والعرف والأخلاق والعدلة وأي قيمة في الدنيا دي كمان جريمة كاملة من كل الجهة مش في حق المتهمين اللي بيطلعوا أبريئة في الآخر بس دي جريمة حتى في حق المتهمين اللي بتثبت إدانتهم فعلا مبدأين كده القانون المصر الله يرحمه بيمنع الداخلية من تعذيب أي متهم سواء جسديا أو نفسيا أو بأي طريق بس احنا في مصر ما بنعترفش بالقانون دا خالص دا مكتوب بس عشان نفرجوا للعالم كده ان احنا عندنا قانون لكن احنا بنعتبر ان الداخلية زيخونا كبير بالزبط وليها ضربة علينا عادي ومن حقها تعذبنا وتكهربنا زي ما هي عاوزة عشان تربينا وتفهمنا الصح من الغلط لأنها عارفة مصلحتنا أكتر مننا بكتير نفس القانون المصري دا بقى بيمنع تصوير المتهمين وتسجيل اعترافاتهم ونشرها أو نشر أي حاجة تخصهم لأن دا يعتبر تعدي على المساحة الشخصية للمتهم وتشهير به قبل ما تثبت إدانته بحكم المحكمة وفي جملة مشهورة قوي كده بتتقال عندنا على طول بس ما بتتطبقش خالص ما احنا مش معقولها نقولها ونطبقها كمان يعني وهي إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته دا غير إن القانون برضو الدخلية أصلا مش جهة تحقيق ولا وظفتها إنها تاخد اعترافات من المتهمين لا بالزوء ولا بالعافية والمفروض إن شغلها مقتصر على الضبط والتحريات وجامع المعلومات وبعد كده تبعت كل دا مع المتهم لجهة التحقيق اللي هي النيابة بس طبعا وزارة الدخلية بتاعتنا ما بيكلش معها القوانين دي ولا بتعترف بيها وبتدوس عليها كل دقيقة عادي جدا والقانون اللي واخد على خطر وزعلان إنه ما بيتطبقش يروح زي الشاطر يشتك الدخلية في الكراكون دخلية المصرية بتعتبر إن أي مواطن يقع تحت إيديها سواء بريء أو مدان أو مجرم أو ملوش دعوة بحاجة خالص بقى بتاعها خلاص وملكها ومن حقها تعمل فيه ما بدلها وتستبيح جسمه وشرفه وكرمته وصمعته وإنسانيته وأهله كمان وتفضحه أصاد الدنيا كلها قبل ما تثبت إدانته أو حتى يتحقق معاه وتجبره واعترف باللي هي شايفها مش باللي عمله وبعد ما بتعمل كل ده وتخلص على المتهم بتقوم مسلمه بقى للنيابة والمحكام عشان يشوفوا شغلهم المواطن يطلع مدان بقى يطلع بريء مش مهم هي خلاص عملت اللي عليها ودمرته هو وجسمه ونفسيته وسمعته وكده كده ما فيش حد بيحاسبها على بلويها ولا يقدر يقولها تلتة تلتة كامل لأن السلطة المستبدأ اللي بتحكم البلد نفسها راضي عن اللي الداخلية بتعمله ومفسوطة بيه وبتشجعه كمان ونشوفكم على خير إن شاء الله اشتركوا في القناة